مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اللي مجبت لكم السحر اللي يخليه يشوفوا كيف الدجاج أبيض وطري ويشيل كل بعد كل الزفراء اللي فيه وكمان يخليه بسرعة يستوي شوفوا بس كيف ما شاء الله الدجاج وأنتم تسألوني ياهودا إيش هذا اللي تعمليه في الدجاج اللي هو المحلول الملحي أو هو البراين يسموه هنا محتاجين إلى ملعقتين كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر وليتر من الماء وتقدروا تضوفوا له أي بهارات تحبوا قرفة، قرومفول، هيل، كوركوم اللي معاكم ضوفوا أنا أضف له شريح من الليمون مع القشر تبعي وإذا عندي شريح برتقال كمان أضيف عصير ليمون وبرتقال وأضيف له لتر من الماء الكمية هذه تاخد للدجاجة وحدة والماء يكون بحرارة الغرفة وماء من الفلتر ما يكونش من القصبة أو الحنفية حق المطبخ تمام؟ بعد كده أجيب الدجاجة تبعي بس أقطعها وعلى طول لو في حاجة شعار أو شيء بالمنديل أشيء أبعدة ومن غير ما أغسلها على طول أحطه بالمحلول الملحي شوفوا كل ما غسلتوا الدجاج ودعكتوا فيه وفركتوا فيه تزيد البكتيريا وزيد الزفرة وزيد الطعم المشحل والله تصدقوني لا تعملوش لا تغسلوش الدجاج ولا تفركوه باقي شوية بتعملو له ديتول بتغسلوه لا أعملوه دي الطريقة وشوفوا كيف الدجاج ياخد كل الروايح وكل الطعم المشحل وكل حاجة شوفوا كيف خلص وخلوه بالتلاجع أقل شيء أربع ساعات أو ليلة كاملة يعني 24 ساعة وخلاص شوفوا تاني يوم ما شوفوا كيف الماء تغير سحب كل حاجة سحب كل الدم والأشياء كل من الدجاج والريحة وكل شيء والإضافاتكم للبراين أو المحلول الملحي زي ما تحبوا على حسب الطبخة إيش بنظيفه منبهارات حطوه فيه هنا عندي طبعا زوري كان رايح رحلة هو أصحابه وبيطبخوا بيعملوا بخاري فعملت له شوفوا الدجاج عملت له براين من قبله بيوم وهنا قهست له كل شيء للطبخة البخاري هنا الثوم مدقوق مع الكمون دقيت له مع الكمون وغلفته وكمان شريح البصل على الكمية اللي يعني اللي حابين يطبخوا لنا بس عليهم بس يطبخوا هنا القذر تبع البخاري وكمان صلصة الطماطم والكمون كمان والرز على كميتهم كمان والسمنة والزيت وهم طلبوا كمان مني اني أعمل لهم صلطة الكوشمبر وأزيد لهم الصوص البسباس العدني ما شاء الله كانت يعني صلطة الكوشمبر لذيذة كثير شكروا فيها وهنا كمان شوفوا الدجاج خلاص شلته من البراين اللي ليلة كاملة وهم على طول بيطبخوا وحطيته في شبك هنا عندي قلبة شبك وغلفته تمام علشان أول ما يوصل على طول يطبخ يعني كلهم بتساعدوا ما شاء الله وبيطبخوا وهنا عندي قدر البخاري هذا القدر الخاص بالطبخ البخاري أو الرز البخاري أو الكبسة البخارية مع الملعقة تبعه إيش يخلي الطبخ البخاري أو الرز البخاري يخلي طعمه غير حطيت لهم كل الأغراض فيه وخلاص وهذا هو القدر البخاري إن شاء الله يوم منعمل منطبخ فيه الرز البخاري والرز البخاري أو الكبسة البخارية أنا تعلمته هنا في السعودية هي طبخات تركستانية تبع البخاريين طعمه لذيذ جدا وكمان يقدموا معاها المنتو تنعمل بالدجاج وتنعمل باللحم عادي كله لذيذ روعة إن شاء الله بنعمله مع بعض هنا في اليوتيوب أنا عملته معاكم في التوك توك لايف اللي كان معايا بالبث بيعرف دايما نحنا نطبخ بالبث دايما في التوك توك وإن شاء الله هنا نتعود ونفتح باليوتيوب البث ونكون نطبخ كده أونلاين شوفوا كيف هذه هي المنتو عقينة المنتو هي عبارة عن عقينة شبه المكرونة عقينة المكرونة وفيها لحمة مفرومة مع هذا الصوس كده الحار رهيبة إن شاء الله بعمله معاكم جدا روعة والآن بقول لكم إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم بالعافية لي ولكم